صباح الخير عايزة افهمكم وقولكم يعني خلي كل واحدة ستة في بيتها تكون اقتصادية تحافظ على الحاجة اللي بتتبقى ما تترماش لان بتخترع لها ممكن الف اختراع للأكل تعملي بيها اي وجبة يعني مثلا عندك بواقف راخ بشيلها في الفريزر ويوم ما احتاج لها مش حيقدر انزل ولا حيبعد اجيب مثلا بروح مطلقها اعمل بيها ماكورونا نجريستو نعمل بيها شاورمة فراخ يعني النهاردة انا عندي بواقي يعني عندي كم كوسة كده ما يجوش نص كيلو فعملتهم اطعتهم وخرطتهم اعمل بيها وجبة وجبة اكل جنب الفراخ مثلا وعندي شربة اعمل بيها مكورونا بالشربة دي بتبقى جميلة قوي جنب الاكل انا خرطت الكوسة وحطيت السلسة وحطيت ودعكتها بالبصل والفلفل والملح وحطيت السمنة ونقطة زيت عشان تحرميش كده ودي وجبة بدل ما الاكل ما بيترمى مفيش حاجة بتترمى في البيت خليكوا اقتصاديين وتعلموا الاقتصاد في بيتكم تقدروا تكملوا بقيت وقتكم الحاجة اللي عندك يعني واشكركم ولما تطلع من الفرن انا هوريكوا نعملين بكده الوجبة بتاعت النهار ده خلست اجينا شربة مكورونا كان عندي شربة برضو واجي الكوسة واجي الرز والفراغ في الفرن اللي قلتلكوا عليه بواق الفراغ ربعات ربعات متشالة في الفريزر ففي يوم لازم تطلع مكسلة تعملي اكل تطلع اللي عندك موجود يعني واي بواق الفراغ لازم تشال بتتعمل بها كل حاجة محدش يرمي حاجة واجي الاكل اهو وتفضلوا معانا وبالهنو الشفاء واشكركم واتمنى تعملوا متابعة وتفعلوا الجرز عشان يجيلكم كل جديد